سلام وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مما لا تعرفوا عن كندا كلنا بنعرف أنه الانتخابات قربت حوارجيكم شغلتين مهمات عشان تشوفوا كيف تقدروا تصوتوا وكيف تتأكدوا أنه صوتكو موجود في اللست تبع التصويت لأنه الصوتكو مهم جدا تابعونا رجعنا لكم زي ما شرحت وحكيت أنه هذول الموقعين اللي حوارجيكم إياهم موقع راح يوارجيك شو أنت ميولك عامله برناعة محطة السي بي سي أو الإذاعة الكندية بتسألك عدة أسئلة وبتعطيك ميولك اللي أنت بتميل لأي حزب من الأحزاب والموقع الثاني اللي هو موقع إلكشن كندا حوارجيكم إياه كيف تتأكد أنه إنت إسمك موجود ضمن الناس اللي راح يصوتوا لأنه إذا إسمك مش موجود ومش مضاف لهذه اللست لن تستطيع التصويت للأسف فلازم يكون إسمك موجود في اللست الآن الوقت مبكر ضايل حوالي شهر وسبوع للانتخابات فممكن تلحقوا تضيفوا أسمائكم لأنه لازم يجيكم بطاقة كمان إذا ما إجاكم بطاقة وإنت ضايف إسمك بتقدر تروح وهم بلاقوا إسمك بس الأفضل إنك تكون مسجل لأنه إذا كنت متأخر للأسف لن تستطيع التصويت والصوتك مهم جدا 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 في الانتخاب مرحبا و أهلا فيكم و سهلا فيكم مع ليش عدرونا هذا هو الفيديو اللي ده نحكي فيه عن الانتخابات زي ما حكينا انتخابات مهمة جدا 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 وإحنا كتير بنشجع الجميع أن نشارك في الانتخابات عشان تتأكد إنك أنت مسجل بالانتخابات بتروح على موقع اسمه elections.ca اللي هو الموقع الرسمي تبع الانتخابات الكندية elections.ca أو هية الانتخابات بتدخل بالفرنسيا أو بالانجليزي طبعا لغتين محددات وهون تقدر تتأكد من تقدر تشوف if you're riding وتتأكد إذا أنت موجود ولا لا it's our vote check and update your registration هاي حطين لك إياها direct بتقدر تدخل على هاي الصورة check if you're registered and update your address أوكي طبعا بنشا مشي معها كله لأنه في أسئلة كتير عنوان ومع عنوان بس تقدر تدخل هون المعلومات هاي أول صفحتين ما فيهم إشي هون بقول لك إذا أنت كندي إذا عمرك أكثر من 18 إذا عندك عنوان منزل في كندا وإذا أنت شغال في الجيش طبعا لا هون بحكي لك اسمك الأول والأخير ذاته في بيرث بسألك الجنس تبعك وعدة أسئلة زي هيك أربع خمساسة الآخر شي بقول لك إذا أنت موجود ولا لا إذا أنت مش registered بسألك إذا أنت في عندك عنوان جديد أو أنت مغير عنوانك وبتكمل هذه الإجراءات فالموضوع سهل جدا جدا ومهم جدا جدا الآن بدي أحكي لكو عن الموقع الثاني اللي هو votecampus.cbc.ca هذا الموقع اللي هو votecampus إذا بتكتبوا بس votecampus أو بوصلة الانتخاب اللي عاملة قناة السي بي سي هذا بورجيك أنت ميولك كشخص لأي واحد من هدول الأحزاب فسهل جدا هذا ما بيحكي عن الأحزاب اللي مش موجودة في البرلمان في إنه أكثر من ثمانين حزب موجودين في كندا لكن الأحزاب اللي موجودة في البرلمان الآن ستة أكبرها طبعا الليبرال والكونزيرفاتيبز والإندي بي البلوكي بيكوا والجرين والبيبولز بارتيو في كندا الربريزنتف تبعهم أقل بكتير فتقدر تدخل هون بتحط أي K1 مثلا N1 S8 ما بعرف هذا الرايدنج ما فيش منه هذا K1 أنا بديش أحط العنوان الصح A1 A1 لا مثلا continue وبسيري سألك How much influence should unions have يعني بيسألك أسئلة بأربع شغلات policy وعن party والبروفايل تبعك طبعا ممكن تحط بريدك إلكتروني ومش شرط ما بتحط اسمك هذا إذا بده يضل عندك وآخر شي بعطيك الريزلت فبشكل عام أسئلة سهلة لكنها مهمة جدا مثلا تتوقع انه الاتحادات العمالية لازم يكون لها أقل أقل شوية نفس هلا شوية أكتر أو أكثر بكتير خلينا نحط مثلا أقل شوية أكثر How much money should federal governments redistribute from province that have more المقاطعات اللي عندها مساري أكثر كيف بدهم يعطون مقاطعات اللي عندهم مصاري أقل بتحط البدك إياي أنا مش عام بهذا الـ People who use elected drugs should have access to هدول الناس اللي عندهم مشاكل في الإدمان وبيحتاجوا إنهم يضربوا إبر عشان الإدمان هل إنه منعطيهم مكان آمن عشان يستخدموا إبر آمنة أو لا يعني أنت بتحط الجواب البدك إياه الـ أسئلة وخاصة وخاصة فأنت بتحط البدك إياه هون بورجيك السعر آخر شي بورجيك أنت ميولك كشخص طبعا هذا مقياس عن طريق عدة أسئلة بيقيسوه مقياس أكاديمي لكن أنت ببين ميولك لكن أنت بشعرك في هذا الفيديو أو في هذا الموقع ميولك السياسية لأي حزب أكثر من غيرها إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو القصير جدا ولكن مهم جدا بليز 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 روحوا انتخبوا وإن شاء الله رب العالمين نتمنى الأفضل لكندا ولأهلها ولجميع المواطنين فيها وسلام إذا أعجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير ما